هل معنى كده بقى ان فيش داعي الشباب يهاجر ولا انت ستيل ليه سحر بتنصح ان الشباب ان هو هاجر مصر اضغيارت كتير بمعنى بمعنى انها بقت احسن كتير على يامنا كان فيه الامور صعبة والحياة صعبة هنا فيه فرص كثيرة جدا لمن يريد ان ينجح وبعدين حكاية طرق اوروبا مرشوشة دهب وعدة الخواجة اه وعدة الخواجة دي يعني اصبحت شيء من الماضي اه الاطباء هنا اللي عايزين ينجحوا موجودة فرصة النجاح ايه هي المقاومات اللي تخلي اي شاب بيقدر يقرر يفضل هنا او يهاجر يعني ايه اللي حدك تنصحه او ايه اللي يكون في دماغه عشان يقدر يقرر هل هنا في مصر هينجح ولا محتاج ان هو بيسافر ويتعلم بره اه هو حضرتك اه كلمة هجرة معناها انك مشى ومش راجعة تمام ايك لكن اه نصحتي للشباب اه الصغير بالذات عايز يخرج مثلا يروح امريكا يروح المانيا يروح انجلترا يروح البلاد دي وياخذ اه علمه وخبرة ويرجع حيلاقي بلده اجمل بكتير منه لو استمر زي الجيل بتاعي وجيل الدكتور مجد يعوق لان هنا اه مصر اصبحت جميلة وبتتقدم كل يوم عالتاني وانا شايف المستقبل في مصر ان شاء الله في العشرة سنين جنيين مش هيكون اقل من اوروبا وامريكا ده حاجة قدر ان تفاعل يعني الناس بتفكر ان دي مبالغة لا دي مش مبالغة لان الانفرستركشور والحاجات اللي بتتعمل هي دي مقومات النجاح للدولة اه الدولة ابتدت بالبنية التحتية وعملت مجهود كبير جدا في البنية التحتية وبعدين ابتدت باهم حاجة في المرحلة اه الحالية اللي هو التركيس على التعليم والصحة ومدام هتقدري البلد دي هتنهض اذا اصبح العلم والصحة هم السندين الرئيسيين للمستقبل وانا شايف يعني الكلام دا بيحصل بكل وضوح الحمد لله طبعا دي شهادة بتدي الامل لكل الشباب بتجعل فيه تفاقل اشتركوا في القناة